مرة تانية بس كنا نتكلم قبل التقرير عن المرونة التكتيكية التي تكلم عليها أحمد سابت وقول أن المسلماني عنده أكتر من طريقة لعب يعني 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3 كل دي مرونة تكتيكية عايز أخذ رأيك عشان الناس برضو مش فهمة الجزئية دي بشكل أو بآخر هل من الأفضل يكون عندك خطتين بس تلعب بيهم ولا المرونة التكتيكية بالرغم أنها ممكن تأثر على بعض الفنيات ولكن بتجيب نتائج بدليل النتائج اللي فاتت مع مسلماني شايف ده إزاي وشايف الثلاث مباريات اللي فاتوا على المستوى الأرقامي إزاي للنادي الآن صحيح لما يكون فيه مرونة تكتيكية من تغيير خطة اللعب والسيستم لأكتر من طريقة زي ما حدثتك قولت أربع طرق مختلفة لحد دلوقتي دي بتوضح لنا أن عندنا تولز عندنا أدوات عند بيتس مسلماني أدوات كتيرة جدا تقدر تساعدوا في تطبيق الامليمنتيشن بتاع كون الخطط تلاتة أربعة تلاتة أخيرهم شفناها في مبارات الرجاء والتحول زي ما قال سابت لخمسة تلاتة أتنين أو العكس في حالة عدم حياسة الكرة في المبارات السابقة أيضا يعني الخطط التكتيكية أو المرونة التكتيكية فعلا لوجود عناصر قوية كوالتي عالي جدا يقدروا يساعدوا في تطبيق الخطط ديت على الأرض الملعب بنشوف أن في أنا بشوف بيتس مسماني مشروع لأول مرة أشوفه مختلف عن أي مشروع مدرب في العالم يعني شفنا بداية بيب جوارديولا مع المان سيتي شفنا كلوب مع ليفربول في أول موسم أو أول موسمين ما كانش فيه النتائج الكبيرة كان لسه بداية مشروع في تطوير الفريف في إعداد الفريف في اختيار العناصر في حاجات كتيرة جدا لفجن قدام للونجران أو خطة طويلة المدى أن هو حقب بها نتائج الجميل في مشروع موسماني أنه هو ماشي بالتوازي في تحقيق بطولات أرقام ناجحة مع أيضا مع المرونة التكتكية واختيار عناصر تنفذ الخطط أو السيستم المختلفة الفورميشنز اللي احنا بنشوفها ديت ده حاجة مختلفة حاجة بتدل أن قوة بيتس مسماني في السكوات كمان في السكوات طبعا الكوالت العالي اللي يقدر يساعدوا في تطبيق الكلام دوت على أرضية الميدان ثلاثة أربعة ثلاثة من أفضل الطرق اللي احنا شفناها في الطرق الهجومية طبعا في التحولات في الارتدات في المرتدات في الترانزيشن يعني الناس كلها قالت أن احنا في ماتش الرجاء الأخير كنا بنلعب بطريقة دفاعية بحتة أنا تقريبا شفت الدفاعية في عشر دقائق 15 دقيقة ولكن معظم 75 دقيقة كنا بنهاجم وصلنا أكتر من مرة لو حنبص على رقاميا على أرقام النادي الأهلي في آخر ثلاث مباريات حتى مبارات المصري في الدوري مباراتين الرجاء لأ يعني عندنا أرقام بتوضح قد إيه الأهلي بيوصل للمرمى قد إيه طبعا وجود بيرسيتاو اللي بيعمل شبه فوضى في أو خلل في خط الدفاع ممكن ما يكونش مؤسر أو ملموسة للناس بشكل جدير ولكن تحركاته السريعة بتخلق الأنصاف المساحات خلينا نصفك أنه محتاج يكون فعال بشكل أكبر على المرمى يعني هو ده اللي نقصه فعلا أنه هو يقدر أنه يكون فعال الفينيشينج هو شوية التمركزات عايز شوية سبات سبات انفعالي في البوكس شفنا أكتر من فرصة فيه فرصة في مبارات الرجاء كان ممكن يبصيها بشكل سهل جدا تترجم لهدف هو ده بس النقصه يكون أكتف أكتر على المرمى على الثلاث خشبات ولكن هو بيتحرك كتير جدا أنا شايف أن بيتس موسيماني مع المرمى التاكتكية مع وجود العناصر كولات العالي رايح للحتة الدينماكية ما بين حسين الشحات وبرستاو في الجناح اليمين والتداخل واحد إنسايدر وينجر بيخش تاني بيغرب بيحاولوا أن هم يفتحوا المساحات ما بين اللي هو أنصاف المسافات والمساحات ما بين خط نحن عندنا قول